موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع مساجد العراق والانتهاكات المستمرة ضدها مشاهدين الكرام سينضموا لينا في هذه الحلقة دكتور يحيى السنبو العضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبر سكايب وأيضا بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء رأيكم والإجابة على التساؤلات التي نطرحها في حلقتنا لهذا الأسبوع تتعرض المساجد في العراق منذ عام 2003 الانتهاكات المستمرة حدثت ولا تزال تحدث على أيدي عصابات وميليشيات مسلحة تحظى بدعم وغطاء قانوني بل حدثت بعض هذه الانتهاكات على يد الحكومات المتعاقبة نفسها كما حدث مؤخرا مع جامع السراجي في محافظة البصرة والذي هدمت منارته على يد محافظة البصرة أسعد العيداني بذريعة توسعة الطريق المجاوري للمسجد وبالرغم ذلك من تاريخه وقيمته المعمارية والإسلامية أما مؤخرا فقد استولت جماعة مسلحة على مسجد دعاة الإسلام في منطقة الحرية في بغداد وأغلقت أبوابه ومنعت المصلين من الدخول إليه تاريخ هذه الميليشيات وعصابات الجريمة مع المساجد حافل بالانتهاكات إذ أكد الدفاع المدني في محافظة الأنبار في عام 2016 أن ميليشيات الحجد فجرت خمسة مساجد في مدينة الفلوجة رغم خلو المحافظة من داعش وفي نفس العام فجرت ميليشيات الحجد جامع القرم الكبير إضافة إلى إحراقها لجامع إبراهيم الحسون وفي نفس العام أيضا فجرت القوات الأمنية مدعومة بالميليشيات جامع حج إبراهيم الحسن في ناحية العوجة بمحافظة صلاح الدين هذه الأمثلة هي شيء قليل من ملف كبير يحتوي على كثير من الانتهاكات التي تم توثيقها على مر السنوات الماضية والتي تعرضت لها المساجد في العراق على يد من يحكمون وميليشياتهم وما ذكري لهذه الأمثلة في هذه التواريخ بالتحديد إلا للتأكيد على أن العذرة والتبرير غائبان عن هذه العصابات إذ كانت تلك المناطق تخلو من داعش باعتراف حكومة العباد وقتها وهذا ما يقودنا إلى السؤال عن الأسباب التي تقود إلى التعدي على بيوت الله ثم ليست هذه الميليشيات المسلحة تدعي دفاعها عن المقدسات ترى عن أي مقدسات يتحدثون أليست بيوت الله من المقدسات أم أنها خارج نطاق القدسية ولماذا هذه الانتفاضة على حرق القرآن الكريم في أوروبا في حين يعم الصمت عندما تنتهك حرومات المساجد داخل العراق مشاهدين الكرام دعونا نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن الانتهاكات التي تتعرض لها المساجد في العراق ثم نعود هنا في العراق يتظاهر هؤلاء ويقتحمون البعثات الدبلوماسية تحت لافتة الاحتجاج على حرق المصحف الشريف في السويد ودول أوروبية أخرى لكن على مرمى حجر من هذا المكان تجري اعتداءات ممنهجة على بيوت الله من خلال السيطرة عليها أو هدمها كما جرى مؤخرا في جامع السراجي بمحافظة البصرة في استخفاف واضح بالمقدسات التي يدعي هؤلاء أنهم يدافعون عنها وازدراء للتاريخ الذي يمثله هذا المسجد وسواه آخر عمليات السطو على بيوت الله تعالى كانت في منطقة الحرية ببغداد حيث جرت السيطرة على جامع دعاة الإسلام في حلقة جديدة من مسلسل طويل اسمه السيطرة على أملاك الأوقاف السنية وفي مقدمتها المساجد التي تعرضت العشرات منها لعمليات حرق أو هدم أو استيلاء تحت ذراء عواهية يأتي ذلك بالتزامن مع حديث حكومة السودان عن تأسيس مركز للتعايش السلمي وحماية التنوع في البلاد وإشاعة الخطاب المعتدل بينما تتكرر الاعتداءات على مقدسات المسلمين داخل العراق دون أن تجد من يردع هذه الجهات المتنفذة على غرار ما فعلته مراجع النجف مثلا باستقبال مواطنين جرى الاعتداء على أراضيهم من قبل ميليشيات أنشئت بفتوى تلك المراجع وتغولت تحت كنفها وبينما يوجه مقتدى الصادر دعوتان لتبني حوار مع الدنمارك والسويد لنبذ التطرف وفرض احترام أعلام الدول لا يبدو أن العراقيون السنة يحظون ببثل هذه الفرصة من الاحترام والتعايش حيث تلتزم كل الجهات الفاعلة الصمت عندما يتعلق الأمر بالأوقاف السنية التي تتعرض للاستباحة منذ سنوات طويلة في ظل اتساع ظاهرات الإفلات من العقاب وغياب القانون الذي إن وجد فإنه يكيل بمكيالين الاستيلاء على الأوقاف السنية سواء كان في بغداد أو البصرة أو الموصل وسواها من مدن العراق يندرج بحسب مراقبين ضمن عمليات التغيير الديمغرافي فضلا عما يمثله من نهب ممنهج لأموال المسلمين واعتداء سافر على هوية البلد وتاريخه مشاهدين الكرام مرحب الآن بالدكتور يحيى السنبو العضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي معنا عبر سكايب حياكم الله دكتور يحيى أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرجلين الكرام دكتور بداية يعني من عام 2003 لغاية هذا اليوم مساجد العراق والأوقاف السنية إذا صح هذا التعبير والوصف ولنكن دقيقين أيضا تتعرض والانتهاكات مستمرة من قبل ميليشيات عصابات ولا يوجد رادع لها يعني هل هو رضا من هذه الحكومة توجيه منها لماذا بالذات هذه المساجد والأوقاف السنية تتعرض لهذه الانتهاكات باستمرار أخي الكريم عملية الاستيلاء على الأوقاف السنية أو عملية تفجير المساجد وحرقها كل ذلك ناشئ وفق برنامج قد وضعه المحتل الإيراني وقد استغل حالة الاحتلال ليجد هناك من يناصره تحت اسم مناصرة المذهب أو ما يسمى كذلك ولكن ذلك مرتبط تاريخيا بما قام به القرامطة وما قام به البويهيين في فترات سابقة ضد مساجد أهل السنة وضد أوقافهم والمعلوم لكل العالم أن الأديان الأخرى لها أوقاف ولكن لم نسمع حتى في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل 2003 إلا وقفيات بسيطة لجانب الإخوة الشيعة فالأموال تذهب إلى المراجع والخمس يذهب إلى المراجع والمراجع هو من يحدد ما يشتري وما ينفق وما يصرف من هذه الأموال أما الأوقاف السنية فهي معروفة بتاريخها وهي ليست هبة من دولة وإنما هي أوقاف لأشخاص ولعوائل على مر العصور والتاريخ لذلك هذه الأوقاف لها حجج وقفية معروفة ولكن عملية الاستيلاء عليها كما قلت مرتبط بعملية الثأر والانتقام سواء للمجوس أو سواء لمن يتبع هذه الديانات الإيرانية وجاء من أجل التخريب ومن أجل هدم النسيج المجتمع العراقي أما الأوقاف السنية لم تبنى على أراضي الغير وليس لها ملكية لدى أحد هي أوقاف لعوائل قد بنيت على أراضيهم الخاصة وشيدت منها مساجد ومدارس وأيضا أوقفت مزارع وعمارات وكل وقف هو شرق الواقف هناك وقف خاص للمساجد وهناك من أوقف مزارع وبساتين لمقطوع السبيل كما يقال أو للمرضى أو للفقراء أو البساتين لماذا يراد أن يجر العراق إلى الحديث بهذه الصيغة التي تحدثنا بها ربما قبل قليل أو فتحنا بابا لها ألا وهي التعدي على الأوقاف السنية بهذا الوصف والطرف المعتدي هو محسوب على طائفة أخرى أو محسوب على جهة أخرى يعني من الذي يقف برأيك خلف هذه المحاولات التي يراد منها إشعال الفتنة الطائفية وإثارتها في العراق هذه الأمور أخي الأجندة الإيرانية في العراق تجد بأن عملية الاعتداء على الأوقاف السنية هي الطريق الأقصر من أجل إثارة فتنة طائفية ومن أجل أيضا حرف الأنظار عن ما يجري سواء من تحركات ضد النظام الإيراني أو ضد عملائه في العراق والكثير بل تسعين بالمئة من أبناء الطائفة الشيعية هم لا يقبلون بالتعدي على المساجد ولكن هناك 10% أو أقل ربما من هذه الميليشيات التي تتبع إيران هي من تنفذ هذا المخطط وأما الحكومة أو الحكومات بعد 2003 فهي ميزتها هي حكومات تمييز طائفي واضحة يعني قامت بالتهميش والإقصاء والتخريب والتدمير والتغطية على كل الجرائم الطائفية بمباركة أمريكية وبمباركة الأمم المتحدة التي لم تصدر حتى بيانا حول ذلك لذلك فهذا نحن نعيش الآن في عهد هو يمتدي إلى عهد القرامطة والبويهيين وهذا هو الحقيقة الأمر هؤلاء المقدسات من هؤلاء المدعين اللي يحملون السلاح اليوم باسم الحشد وغير الحشد ذول اللي اليوم يعني يمننون العراقيين بحملهم السلاح ومقاتلتهم لداعش أنه حررنا أرضكم وحررنا أرضكم وحمينا مقدساتكم أين هم من هذه المساجد التي تنتهك حرماتها ليلة نهر هؤلاء أخي هذه هي عملية تجارة ليس أكثر لأن هؤلاء وجوههم سوداء جاءوا تحت بساطيل الاحتلال هؤلاء لم يكونوا يوما مقاومين لو كانوا مقاومين لقاوموا الاحتلال ولوقفوا ضد الاحتلال ولكن هؤلاء جاءوا بقوانة جديدة مشروخة معلومة للعالم جميعا هي للاستيلاء على الأرض بإعطاء المبررات بأن هنا داعش وهنا قاعدة وكان هنا البعث وكان هنا كذا ولكنهم ارتكبوا من الجرائم ما يندى له الجبين ما يعادل كل ما ارتكب من جرائم من أطراف أخرى لذلك هذه كلمة حماية المقدسات هذه للمتاجرة فقط أما هم من قام بحرق المساجد في 2006 وإيران هي من فجرت مرقد الإمامين الشريفين في سامراء وهذا معلوم لكل العالم أصبح الآن بأن إيران هي من تغذي الفتنة وأدواتها من هذه البليشيات هي من تدمر المساجد وتسعى لسرقة أموال العرب السنة وهذا ضمن مخطط مرسوم لها قبل أن يبدأ الاحتلال وقد وضعوا هذه الأمور من أجل إثارة فتنة طائفية ومن أجل أن يستمر هذا النفس في سبيل أن المواطن أو الشعب العراقي ينظر إلى قضايا جانبية في وقت إيران تمرر مشاريعها مع الأمريكان ومع غيرهم على حساب مصلحة الشعب العراقي وبحضور وبشهادة زور من أولئك الذين يدعون أنهم ساسة وسياسيين في العراق طيب يعني المجتمع العراقي الآن وتحديدا من يرى أوقافه أو المساجد التي يعني يصلي فيها يتم الاعتداء عليها بهذه الطريقة من قبل ميليشيات يغيب عنها القانون يعني كيف يمكن أن يعني يسيطر لا أستطيع حقيقة أن أقول يسيطر كيف يمكن له أن يكبت هذا الغضب أو يحاول أن يتحكم بانفعالاته في ظل هذه الضغوطات والاستفزازات المستمرة حقيقة عملية الخذلان الكبير لأهلنا في العراق والعرب السنة هم يشكلون الأغلبية المطلقة ولكن مع الأسف أن تقف جهات كثيرة مع جانب الاحتلال الإيراني لتنفيذ هذه الأجندات ضد مساجد أهل السنة المواطن يعلم جيدا ويكبت غيظه وغضبه لأنه يعلم المراد منها هو إثارة فتنة طائفية لتمزيق البلاد وهذا هي ما تسحى إليه إيران والاحتلال الأمريكي وأدواتهم في العراق لذلك المواطن هو يعلم بأن ذلك هو مدعاة من أجل القتل ومن أجل إراقة الدماء بين أبناء البلد الواحد وإن الذي يشعل هذه الفتنة هي مجموعة خارج عن الدين وخارج عن المذهب وخارج حتى عن إطار الأخوة والإنسانية لذلك يقف المواطن الآن ماسكا بأعصابه لحين زوال هذه الغمة وسيعود كل شيء إلى نصابه لأن كما قلت لحضرتك بأن هذه المساجد وهذه الأوقاف كلها مسجلة بإسم عوائل سواء في زمن الدولة العثمانية أو قبلها أو بعدها ولم تتعرض الأوقاف السنية إلى السرقة حتى في زمن القرامط والبويهين وإنما تعرضت المساجد للإهانة ومنع الناس من الصلاة ولكن الآن بعد 2003 تسرق ويجبر ملاحظة تسجيل العقاري على تغيير جنس العقار وعلى سرقة هذه العمارات والمزارع ومع ذلك فهذه لن تذهب لأن أهالي هذه العقارات وهذه الأوقاف هم يحملون هذه الوثاق بما يؤكد ملكيتهم لها وسيدفعون هؤلاء ثمن كل ما اقترفوا سواء ذهب المسجد أو ذهبت الأرض الأرض لن تتحرك من مكانها ولا المسجد ولكن هذا الشخص الذي قام بالاعتداء والسرقة والتنكيل وسرقة الموارد لهذه الأرض أو لهذه العمارة سوف يدفع الثمن رغم أن فيه أعود الحضرتك بعد قليل دكتور يحيى نستمع لرأي السيد أحمد من ألمانيا تفضل يا أحمد حياك الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أخي أوقاف السنة مستباحة الحقيقة وأنا لا أعتب على الناس الذين يستولون عليها على الميليشات التي تستولي عليها ولكن أعتب على من يدعي أننا شركاء في الوطن وأننا أخوة وأننا أخوتنا في الدين والوطن وأنفسنا أين هم؟ أين هم من كل ما يحدث لأبناء السنة في العراق وكما قال الفائق الشيخ علي يقول العراق ما بيستنة يقول ما يسوى في السنة أنا ما أبدأ أقول هالحجة هذا أنا بس أريد أن أوجه كلامي للأخوة العرب للأخوة أبناء أموتنا وخوالنا أنا خوالي شيء إذا أنتم تقبلون بهذا الضيم هذا وهذا البشاكل هذا يصير لأخوتكم شركاءكم في الوطن فليش أنتم تستغربون من الظلم الذي يواقع عليكم؟ أنتم جلبتم كل هذا الضيم للعراق أو كل هذه المفائب للعراق والآن أكيد أنتم تشتفون بأن هذا الأمر يحدث للسنة مع الأسف أقول أنه العراق الشعب العراقي بسرعة فقط بوصلت أخي أنا أتكلم مع بعض الناس يقول لي شنو اللي يختلف ما بين حكومة المالكي والجعفري والعلاوي ويقول لي شوف لي واحد قائد لنشوف لي واحد مدير يقول هؤلاء كلهم مدراء وصفة المدير هو أنه يحاول تسيير الأمور بالشكل الأفضل وليس تسيير الأمور بما يحدم المجتمع هذه السنة في الأراق يعتبروهم أنه حجرة عثرة في طريق تشييع المنطقة لذلك إما يهجرون أو يقتلون أو يستشيعون يعني رغما على إرادتهم قبل مئتين سنة أنا قرأت كتاب قبل سنة ستين ثلاثة هيداليا أحد الأخوة الأفضل قبل مئتين سنة في النجف كانت أكومدارس في النجف الأشرف كانت أكومدارس للأحناف وفي الحلة وفي كربلة وفي الناصرية وفي السماوة وفي الديوانية وفي عفج وفي الكوت وفي الناصرية أخي كل هذه المناطق كانت مختلطة سنية وشيعية وكانت السنة الأغلبية اللي موجودة بالوسط والجنوب والآن طرف شنة الحال بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة أقول لك أن السنة الأقلية أقل من الأخوة المسيحين اللي كانوا موجودين في زمن النظام السابق بالعراق أنا أشكرك سيد أحمد من ألمانيا مشاهدين الكرام كما عودنا حضراتكم ننزل إلى الشارع في كل أسبوع نلتقي بالناس ونجري استطلاع رأيي نسألهم عن موضوع الحلقة لهذا الأسبوع جاءناكم ببعض الأراء من مواطنين عراقيين فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي يتعرض أو تتعرض لها المساجد ومقدسات المسلمين عامة في العراق ومن المستفيد من هذه الانتهاكات ولماذا هذا الصمت عليها من قبل الحكومة وغيرها دعونا نستمع إلى بعض الإجابات ثم نعود والله نستنكر هذا الحدث نرى جهات مجهولة لوجهات سياسية تحتل جامع وتستولى علي يعني هذا الشيء يحز بالقلوب تعرف أنها كلها بيوت الله وعالم تتردد عليها والصلاة وعالم وما تصلي دعا ما تروح للجامعة وتتعناله تقوم له من النوم وتقوم له الظهرية والعصر تروح فهذا التجاوز ما يصر يعني نحنا لازم يخلوه لأحد يعني ليش ماكوا مراقبة ليش بيوت الله صارت يتشي يعني يال يجي يستولى عليها ناس ما تعرفها منين أي اثنين كلاثة صاروا يعني يتجاوزون على حرمة بيت الله يعني هو هذا عندك مثلا جامع دعاة الإسلام بالحرية ذاك اليوم صار ويا هذا الشيء وغيره وغيره ذاك اليوم بالبصرة هم نفس الحالة أكوا جوامع وأكوا شغلات ما يصر يعني ياريت يحطوا لأحد ياريت يشوفون هاي العالم وانتو من خلال قناتكم ومن خلال من خلالكم إن شاء الله توصل لرسالة وتوصل لهم الفكرة وما يصر يعني العالم كلها عاشة بأمان وهاي بس إحنا هاي يعني من ذاك اليوم الهي اليوم وإحنا باعدنا على هاي الحالة كل من إله وكل من يستولى عليه شي مو مات توجيهة ما تعرفها منها راحت على فلانجيا يعني مو وضعية نعم هذا دل على الطائفية بالتدريج يريدون يشيرون الغضب من تحت المسلمين حتى تحجص طائفية بين السنة والشيعة لماذا عندما حرقوا القرآن أثاروا أثاروا القرآن وإحنا القرآن وإحنا أهل القرآن لماذا من هدموا المساجد أو استولوا على المساجد لماذا لاحد يتكلم لماذا سكوت يعني نرضى أنه يأخذون المسجد من عدنا لو يهدموا لو يخلوا على جهات أمنية لو نسكت إحنا لأن أكو ناس مثل ما يقول سلطتهم أقوى من عدنا يسترون عدين مانة هاي كلها تدريجيا لهدم الإسلام يريد يقضون على شيء اسمه إسلام ومو بس المساجد هسا يريد يشيرون المادة الإسلامية من الدراسة زينا إذا الطفل ما تعلم دراسة قرآن بالابتدائية وبالمتواصلة شو قط رح يتعلم بالكل يرح يدرسوا قرآن ما رح يتعلم قرآن زينا المساجد حرق القرآن يعني دلناحظ هواية أمور تخص المسلمين المسلمين البلعراق فقط يعني ما هم المسلمين خرجوا لا البلعراق يريد يثيرون الطائفية مرة ثانية يعني أكو ناس تجيب الشارع تتحدث على فلان وعلى فلان صارت علنية الشغلة يريدوها الشوم ما تيصيل إعطائفية بس إن شاء الله نبقى إحنا أخوان ونبقى نطالب وبحقنا ترجع المساجد اللي مستولين عليها وترجع المساجد اللي يهدموها إن شاء الله ترجع وتنبني مثل ما كانت تجاوز على المساجد مجاز بكل الطوائف يعني كل الطوائف ما ترضى على انتهاء المساجد إذا كانت أي إن كان حتى إذا ديرك أو كنيسة أو مسجد وهاي لأنها من بيوت الله بيوت الله إلى حرمة مهما كان لأنه كان عالم صلي بها أحلم أن ننتهكها ننتهك هاي البيوت الله إذن شنو خلينا أحترام البقية من احترق القرآن حرق القرآن بالأوروبا في فرنسا أو الدنمارك أو السويد أو هاي غضب الشعب وغضب المسلمين وشنو فرق القرآن عن المساجد ما أكبر فرق إذا انتهاك المساجد أو حرق القرآن كلها انتهاك حرمة الله سبحانه وتعالى وحرمة العبادات أين كان أين كان عبادة إذا مسجد أو قرآن أو حتى الكنائس الأدي ما جاءز تجاوز عليها أو حرق أو جعلها مقرات الأهزاب أو مقرات الأين كان أي حزب أو أي فئة ما جاءز تجاوز على المساجد لأنه يبيوت الله سبحانه وتعالى والبيوت الله لكل للكل ليس لطائفة معينة ولهذا ما جاءز هذا العمل دكتور يحيى استمعت حضرتك إلى حديث المواطنين في الشارع العراقي يعني يقارنون يقول لك حرق القرآن في السويد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحرقوا السفارة السويدية واقتحموها وقطعوا العلاقات وطردوا السفير هذا لحرق القرآن لكن عندما تنتهك حرمات المساجد بيوت الله التي يقرأ فيها القرآن وتتم فيها العبادة لا الموضوع بسيط وماكو هاي التظاهرات وماكو هذا الاستنفار أو هذا الغضب لماذا أخي الكريم قبل أن يحرق القرآن في السويد حرقوا مئات المصاحف في مساجد العراق عام 2006 هم أنفسهم الذين خرجوا للتظاهر هذه التظاهرات هي لأغراض سياسية وللفت الأنظار إلى أننا ما زلنا لدينا قوة بعد أن هزموا في الانتخابات أو هزموا بعد أن فازوا في الانتخابات ولن تسمح لهم إيران ولا القوى السياسية الأخرى شركاؤهم في هذه العملية السياسية المقيتة أن يشكلوا حكومتها لذلك هذه عملية اقتحام السفارة وحرق السفارة وطرد السفير هذا غرض سياسي بعيد كل البعد عن نصرة القرآن وعن نصرة الإسلام وعن نصرة المساجد ولذلك من استسهل عملية حرق المساجد في 2006 وقتل المصلين الأبرياء وهدم المساجد وتفجيرها كل ذلك شيء طبيعي لأنه ينفذ أجندة خارجية ليثبت ولاءه الجهة التي كلفته بهذه المهام القذرة أنا أريد أن أعرج إلى قضية بأن احترام الأديان واحترام المساجد واحترام دور العبادة لكل الأديان هو الأساس الراسخ لبناء التعايش السلمي إذا لم يكن هذا موجود لا وجود لبناء تعايش السلمي وإن الحكومة كاذبة في ذلك الحكومة الآن أمام امتحان حقيقي إنها يجب أن تعيد كل ما سرق من الأوقاف السنية ولا وجود وأنا أتكلم عن علم لا وجود لوقف شيعي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سوى لوقف يسمى وقف القاموسي في منطقة الشورجة والرجل القاموسي إذا توفى رحمه الله يأتي يأخذ ما جبته وزارة الأوقاف من أموال ويذهب بها إلى مرجعه أو مقلده أو من يقلد من المراجع أما لا توجد أوقاف شيعية فأوقاف الكاظمية هي باسم السنة وأوقاف النجف باسم السنة وأوقاف كربلاء باسم السنة وكل ما في العراق هو موقوف من عوائل سنية سواء في البصرة أو الجنوب أو الوسط أو الشمال كيف لهذه الأوقاف أن تحترم أن يحافظ عليها إن كانت الأوقاف السنية هذه الجهة الرسمية التي تتقاضى أموال من الدولة تصمت عند هذه الانتهاكات وتكتفي ببيانات خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع هؤلاء هم أدوات وهم شهود زور لأنهم جاءوا من أجل المناصب وهذا ونعم هم من شرعوا الأبواب لسرقة الأوقاف من أجل الكرسي نعم أنا لدي معلومات كثيرة عن أشخاص مجرد يذهبون إلى كتل سياسية من أجل أن يضعوه في هذا المكان مقابل التنازل أو إعطاء استثمارات في أراضي وقفية في بغداد أو التنازل عن عمارات أو أراضي زراعية هذا كله معروف ومسجل كما يقال ولذلك هؤلاء هم شهود زور على ما يجري وسيحاسبون أمام الله أشد الحساب لأنهم منافقين وقد خانوا الأمانة هذه الأوقاف هي أمانة موضوعة في أعناق الرجال لأن هذه العوائل قد قطعتها من فم أبنائها حتى لا يرثوها وأعطوها خدمة للمسلمين وخدمة للمساجد وخدمة لأبواب الخير الأخرى لذلك التفريط فيها هي خيانة كبرى وخيانة لله ولرسوله وللمسلمين أرجع لحضرتك بعد لحظات دكتور يحيا نستمع لرأي سيد أبو سمية من الأنبار فضل يا أبو سمية حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الكريم حكومة المنطقة الخضراء مهما حاولت أن تخفي وجهها الطائفي الصفوي فأنه يظهر بين الحيني والآخر هي حكومة ميليشياوية طائفية تستهدف الكثير من الطوائف لنصرة مذهبها كما تزعم وبالنسبة لاستهداف مساجد السنة يا سيد الكريم حكومة محمد الشعاع السوداني إذا أرادت أن يستثب الأمن وإذا أرادت أن يعم السلام فعليها أن تتخلى عن نهجها الطائفي وإلا ماذا يعني بين الحين والآخر يتجاوزون على مساجد السنة ونحن نقول للوقف الشعي الأملاك عندكم بالمليارات وتستطيعون أن تبنوا ملسجدا في أي مكان تريدون في الأماس التي تملكونها لماذا تثيرون هذه النعرات الطائفية بالاستحوات على مساجد السنة أخي الكريم هذه الأعمال يختفي خلفها وجوه طائفية ونيات لإعادة البلد إلى المربع الأول وإعادة طائفية فعلى المعتدلين من الشيعة أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وعلى أهل السنة ألا ينقادوا إلى هذه الفكرة الطائفية لأن حكومة النطقة الخضراء لا تعيش إلا في ظل الأزمات وفي ظل الفتن شكرا للمرحة شكرا جزيلا سيد أبو السمية من الأنبار نصيحة حقيقة مهمة وكلام مهم جدا أن يفهم المواطن ويعي خطورة ما يحدث وأن لا ينجر إلى هذه الفتنة لأن من يقوم بها هو يريد هو الهدف والغاية أصلا من هذه الانتهاكات هي إثارة الغضب في داخل نفوس السنة أو غيرهم في سبيل أن تثار الفتن في سبيل أن يكون هناك شرخ جديد داخل المجتمع العراقي يفرق فيما بين الناس دكتور يحيى طرح السيد أحمد من ألمانيا نقطة في غاية الأهمية ألا وهو تصريح خرج أو جملة ذكرت عن طريق مرجعية النجف السستاني السنة أنفسنا أين هذه الشعارات من أرض الواقع؟ السنة الآن مهجرون بالمخيمات مدنهم مدمرة جوامعهم ومساجد الأوقاف السنية تنتهك حرماتها تهدم هذه المساجد يوجد انتهاك مستمر تجاه السنة أين أنفسنا بالموضوع؟ حقيقة هو هذا السؤال يجب أن يوجه إلى مرجعية السيد السستاني للإجابة عليه لأن ما يجري هو يخالف تصريح المرجع الأعلى بالنسبة للطائفة الشيعية السيد السستاني فالعرب السنة الآن كما أشرت بالملايين هم مهجرين وقد دمرت مدنهم وقد استبيحت مساجدهم وهذا لم يجري في ظل أي دولة على مر التاريخ وحتى في دول العالم ربما تحكم أديان أخرى غير الدين الإسلام ولكن لن تسرق المساجد ولن تنهب ولن تزور وثائقها وإنما يذهب هؤلاء الساس الجدد من دين آخر لبناء سواء كنائس أو أديرة بأموالهم وبإمكاناتهم أو إمكانات الدولة وهذا مسبوح لهم وكذلك في العراق العراق لم يقوم في يوم الأيام في ظل أي حكومة قبل 2003 بسرقة حسينية وتحويلها إلى مسجد ولا سرقة كنيسة وتحويلها إلى مسجد هذه المساجد مبنية على أراضي لعوائل سنية خالصة أو من قام مسؤول بتشييد مكان للدولة بإسمه أو بإسم عائلة أو أعطاه لشخص للبناء وهذا يعطى لكل الطوائف ولكل الأجيان نعود إلى تصريح السيد السستاني الحكومات المتعاقبة هي تسمع هذا التصريح ولكنها تسد أذانها وتصم لذلك هي تنفذ أجند خارجية من أجل تمزيق النسيج المجتمعي ومثل ما قال الأخ من الأنبار نعم إنها تعيش على الأزمات هذه حكومات تعيش على الأزمة وعلى الفتنة وعلى تحرك لأن لا يملكون أي مشروع وطني لبناء العراء لا يملكون أي مشروع من أجل النهوض بالعراء لا بعلمه ولا بتربيته ولا بالصحة ولا بالنقل مجرد سرقة أموال وتقاسمها فيما بينهم ووعود للشباب العاطل عن العمل بالتعيين مقابل 300 ألف دينار لا تكفيه أن يسد رمق عائلته لمدة ثلاثة أيام ما الذي برأيك دكتور يحي يمنع المجتمع العراقي من الوقوف بوجه هذه الجهات التي تحاول أن تثير الفتن بشكل مستمر أن تعيش المجتمع في أزمات مستمرة في سبيل بقائها واستمرارها هذه الحكومات أخي العزيز تستند إلى مخابرات دولية وأقليمية هي من أوقفتها وهي من حصنتها داخل ما يسمى المنطقة الخضراء وهي من أوجدت مراكز قوى كثيرة تقف إلى جانبها وأوجدت لها موارد من دماء الشعب العراقي ومن أموال الشعب العراقي لذلك أصبح الآن العراقيون جميعاً بكل فئاتهم يتضورون جوحاً وتفور دمائهم من أجل التغيير ولكنهم غير قادرين على ذلك بسبب هذه السيطرة المخابراتية الدولية عليهم إضافة إلى وجود الأدوات الميليشياوية التي تقتات على دماء الشعب العراقي وعلى موارده وإلا هناك تحركات كثيرة للوقوف بوجه هؤلاء الذين هم مافيات في حقيقتهم وعصابات ولم يكونوا يوماً رجال دولة أو لبناء دولة أو من أجل تعزيز حالة السلم والأمن سواء في العراق أو في محيطه لا لإقليم ولا الدول أرجع لحضرتك بعد قليل دكتور يحيى مشاهدين الكرام دعونا نتابع الجزء الآخر من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الداخل العراقي آراء جديدة لمواطنين عراقين آخرين بشأن الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها المساجد في العراق على يد الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة دعونا نستمع إلى هذه الآراء ثم نعود سبت المساجد والجوامع هذه مسألة مو مسألة بأنه شخص يعني جاي يستهدف مسجد أو جامع هذا إنسان جاي من خارج القطر يسوي هاي الفتنة الطائفية حتى يثير الطائفية ويرجع الطائفية ما للأول فالحمد الله وشكر العالم وعت على هذا الشيء هذا الشخص يدي يسويها شخص خارج العراق جاي يدي يزرع الفتنة الطائفية وشي ثاني بحيث العالم وعت على هذا الموضوع لا إن شاء الله هاي مسألة الطائفية بعد ما تنعوها تتعرف ليش لين وعت العالم وعرفوا بأنه سياسيين اتجاههم المن وجليسي هو رب الدايبو بلده إذا نستبت أو نشتت المساجد حيديري لها بال ما حيديري لها بال فهالشي ثاني والخالي هاي يثيرون الشوارع بهال الكلام إحنا إسا أكثر العالم يفوتون إي مننا يشتون الإمام الأعظم يعني هو شو يقول حاشا لله الرب العالمين ده يشتني يعني إذا إن شتت بالإمام شنو معناته جاي انت بنص المنطقة ده تشتن الشباب شيدون يسوي لك يصفقو لك لو تشوي لك همنا يلقوك بالأصعب منع لها إن شاء الله متعا أهوئي أكو هذا الشيء أكو هذا الموضوع وبالذات بأيام الانتخابات بأيام الانتخابات إستتعرف بأنه وانتخابات مجلسي المحافظة زين فإذا يزرعون هذا الشيء يريدون يثيرون الطائفية بين الشباب وبين أهل المنطقة والخطار الجاي وميسمعوا حد شي ما حلو هذونا يريد يسوون فتنة طائفية ولو إحنا كنا قلب واحد كنا أمة وحدة مساجدنا واحد جوامعنا واحد وكنا إن شاء الله مقفرة كربلة نجف أبو حنيفة فلان فلان شيخ عزراء كنا إيد وحدة إحنا ما يجون الذول يفارقون المنافقين يريدون عمولي جايدون شعب العراقي هو أكثر شعب العراقي كلهم فقرة وكلهم قاعدين بطالة عطالة بيكم خير عين العالم ونطل العالم تعيين ونطل عيشة شوفوا باقي الدول شون صارت حيث باقي الدول عمي علوش هاي السعودية الأمارات وما شو اللي عيبون عليهم شوفهم يضيطون حق الشعب شوف إحنا أكثر شيء العالم لا سكن لا دول لا ماذر شنو ليه شي شيء حتى العالم تشوف نطل حق علينا حمدته سوي معامل سوي الشغل للشباب تعيينات شنو ما جيسير يشتغل يبيع شاي وماذر شنو ما يصير ترى عيب هاي واحد ما يتحدى عليه احنا نعرفهم نعرفهم كل السجين لم يسوون تحدى عنه يرجى ذنون الشعب العراقي فإن شاء الله مصير كنا مساجد وحدة وكنا عيد وحدة وماكوا فارق لا شيعة ولا سنة ولا مسيح كنا أمه واحدة وواحد يحب الله واحترام والحمد لله وشكر ما يفارج نعطبر منافق منا شغلة بل قال وقيل قال وقيل لكم حبيبي لنخلونا مثل ما الحلبة ما ديوشة عفوالكم واحد ريالك والأخ لا مصير حبيبي كنا قلب واحد وكنا ربنا واحد نبينا واحد ما بنا واحد مكفرق لا هذا شيء كنا الحمد لله وشكر إسلامية وحدة منا شغلة بفلان وعلان يعني مشاكلكم على نفسكم حبيبي لا يجبوها حالينة ترعنا قلبنا خصان نبينا مكفينة سوينا شغل سوي معامل للشباب انطوا لبيوت الفقراء سويوا مستشفيات بكم خير حسنا ما تدتهون جامع فلان حسينية وفلان ما تصدروا فينا حبيبي الريدة احنا الريدة شغل والريدة عمل والريدة عمار هالا الريدة هالا الريدة معكم هو جامع وشنو جامعاني وهذا وهذا هذا الاخر يجي صلون بي باشا اقباء موفد هذا باشا اقباء بق هذا الريدة عزاء حتى اللي بحني فيه بيعا جامعه بحني فيه بيعا زين وهذا ما يجوز هذا انه الشعب تعب الشعب تعب ما يقدر بعد يحشوا يحشوا يهذا ويهذا يحشي يحتقلوه بوجوه يحشي كتلوه شمرو زين رئيس الريدة عزاء ينظر هالشالات يباوه يخاطب يخاطب الجوه ليش دي يباق ليش دي يشدلوه مين يجي يبيعا هي عصابات نعم هي عصابات هو يشكل اللجنة كاملة لها ما العصابات ماتوا يبيعا بالجوامل هذا الريد سوزراء قال لي يا ابا هذا حرام هذا باطل هذا كذا قالوا نستني يبيعا دكتور يحيا ارجع لحضرتك مرة ثانية انا استمعت الى هذه الاراء احد المواطنين يقول بكم خير وفروا حياة كريمة بدل من انتم شغالين عصابات تعتدون على المساجد وتسرقون الاراضي الوقفية صيروا مثل العالم المحيطة بكم اللي قاعدين تقولون عليهم ذول الدول اللي يصدرون الارهاب شوفوهم شون صاروا شوفوا الامارات شوفوا قطر شوفوا السعودية اللي تحكون عليهم لالنهار وتنتقدوهم شوفوهم اشلون صاروا واشلون معايشين شعبهم نعم اخي الكريم هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها لا تملك اي برنامج لبناء العراق فالعراق الان والمواطن العراقي يعيش على البنى التحتية التي بنيت بالثمانينات واصبحت الان متهالكة سواء في قطاع الصحة او التربية او التعليم او النقل والمواصلات ودمرت المصانع دمرت المزارع بل حتى جفت الانهار دون اجراء اي عمل يعني هناك مدن باكملها تشكو العطش دون ان تقوم هذه الحكومات البائسة او هذه العصابة او هؤلاء الجلاوزة على القيام بحمل لتوفير ماء شرب لهذه المدن والتي لا تعجز عنها ابسط دولة فقيرة اذا كان لا تستطيع ان تستجلب مياه الانهار فتقوم بعملية بناء محطات للتحلية من البحر وتوزيعها على هذه المدن عبر انابيب ولكن هؤلاء لا يهمهم ما يجري هنا هم اثاروا الفتنة الطائفية او خططوا لهذه الفتنة الطائفية لامرين الامر الاول انهم يستحضرون هذه الاجراءات في سبيل انتخاباتهم وتحشيد الوجوه الطائفية والاصوات الطائفية الى جانبهم والاخرى هو للفت الانظار عما يجري من تحركات وتهديدات لهم وتهديدات لايران عبر اسيادهم من الامريكان وهم قالوها صراحة اننا لا نعلم بهذه التحركات وهل تقصدنا او لا تقصد غيرنا لذلك هم في حالة وحيرة من امرهم لذلك يريدون تحضير ساحة للعمليات الطائفية من اجل لفت الانظار ومن اجل خلط الاوراق ولربما يريدون الخروج من هذه بحجة ايضا القتال الطائفي او الحرب الاهلية فيما بين العراقيين هذا يقودني الى سؤال اخر يتعلق بالمجتمع العراقي دكتور يحياء هل مبادئ التعايش السلمي موجودة الان داخل الشارع العراقي بين العراقيين العراقيين عاشوا الاف السنين سواء في وادي الرافدين او في دولة العراق اخوة متحابين من كل الاديان ومن كل الاطياف وكل ما جرى بعد 2003 هو بايدي خارجية وبايدي الاحتلال وقد وجد من النفوس المريضة من العراقيين ما تساعده على تنفيذ هذه المخططات مع الاسف ولكن العراقيين في اغلبهم وفي اكثريتهم هم واعين لما يجري من مؤامرات عليهم بعد ان وجدوا ظنك العيش جراء هذه العصابات التي تتحكم بمصائرهم فاصبحوا الان الاف من العوائل تبحثوا عن كسرة الخبز في مكبات القمامة اضافة الى ما يقارب من 60% من شبابهم هو عاطل عن العمل وهناك من من هؤلاء العصابات ما يسمى اعضاء مجلس النواب والمحافظات وهذه الكتل السياسية التي جاءت من خارج العراق وهي تنهب المليارات من العراقيين سؤال الأخير دكتور يحيى بدقيقة لو سمحت في ظل الاستمرار بعمليات الانتهاكات هذه ضد المساجد ودور العبادة والأوقاف التابعة للسنة والضغط على المجتمع العراقي بهذه الطريقة طبعا في ظل غياب القانون وحماية الحكومة لهذه الميليشيات هل تعتقد بأن هذه العصابات قد تنجح بأغراضها وأهدافها ألا وهي إثارة الفتنة أنا لا أعتقد أنها قادرة على النجاح لأن العراقيين أصبحوا أكثر وعيا من ما جرى عليهم في 2006 وخصوصا بعد أن تكشفت بأن كل منظمات الإرهاب والإجرام قد جاء بها المحتل بالتوافق مع إيران وإنما قام به من أعمال إجرامية وخاصة بتفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام قد نفذته إيران وبأيدي حرسها الثوري المجرم لذلك أصبح الجميع الأخوة من الشيعة قبل السنة على علم بما تقوم به هذه العصابات الضالة من أجل تدمير البلاد أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبو العضو لجنة العليا للميثاق الوطني العراقي كنت معنا عبر سكايب مشاهدين الكرام بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر